ردينا للهوة ودقينا بابا رجعنا للناصرية وما يحصل في الناصرية وقد حذرنا من خلال هذا المنبر على سنوات طويلة وقد قلتها بلسان عربي فصيح احذروا الناصرية فاذا انفجرت الناصرية انفجر العراق سمحها من سمحها اخذ بها من اخذ بها غلس من الولد ما غلس ولما نرجع اليوم قبل سنة حتشينا وراح نحشي اليوم نفس الاسباب ونفس المبررات او مثل ما يقولها انه نفس الطاس ونفس الحمام شبيهة الناصرية ليش انضربت القوات الامنية ليش تم الاعتداء على المتظاهرين نفس السيناريو من اول لحظة انطلقت بها التظاهرات بالعراق من 2009 ولي حد الان هذا يعني شيء ان الولد ممال ديمقراطية ما لهم علاقة بالديمقراطية الديمقراطية لفظة يقولون بها بالعلام بس القصة بالتصرف لا عندما تأتي الامور على السلطة وعلى من يمثل السلطة وعلى الحاكم يقعون بها المتظاهرين والقوات الامنية يا بشنو الاخوان شنو الاخبار بالناصرية قالوا والله ذول لا يمثلون اهل الناصرية ذول قوى خارجية جاءت الى المحافظة وهي التي عبثت بالمحافظة على راسي خليك وراء العيار الباب الدار زين اذا كانت قوى خارجية قد دخلت وعبثت مخابرات العراقية تمكنت في تركيا تمكنت في سوريا تمكنت في دولا اخرى ان تأتي بقيادات من القاعدة شائرين ابقونية ما تمكنت ان ترى القوى الخارجية بالناصرية حتى نفرز الخيط الابيض من الخيط الاسود لذلك ابو المثل يقول اتشذب لهم صفت احسن من الصدق لهم خربت يا بليس قالوا طرف ثالث ثمانمائة شهيد واكثر من ثلاثين الف جريح في قصة تشرين طرف ثالث الطرف الثالث يتحرك على الارض لو شبح موجود لماذا لا يتم الكشف عن الطرف الثالث محافظة بين ليلة وضحاها يتم الاعلان عن وجود أربع تلاف مذكرة تلقاء قبض متعطلة وعندما تريد ان تعمل تريد دفعة واحدة ان تأخذها انا مضد القانون لكن من تسبب في تأخيرها ولماذا طقت مرة وحدة ليش وليش الناصرية تبقى مسرحا للقتل والموت والدمار المتظاهر عراقه من القوات الامنية عراقي ليش ما تفرجونها بس قلوا لي الملفات من تطلع في اوقات بها غايات وقد تكون غايات سياسية وقد تكون غايات في نفس يعقوب انتم تتصرفون امام ناس يعرفونكم اكثر مما تعرفون انفسكم ويعرفون نواياكم اكثر مما تعرفونها تعرفونها انتم لذلك نحن وانتم على شفى حفرة كل هاي السنوات ما عالجت الناصرية لأن اردت الناصرية ان تكون بؤرة للتسقيط السياسي